الحوار الوطني الحقيقة يعني مليء بالملفات ولكن من الملفات المهمة جدا عنوان مهم جدا في حياتنا انت تشوفوا كده من عنوان كبير بس هون عنوان يعني حاجات كتير جدا الثقافة والهوية الهوية المصرية هي ايه الهوية المصرية والثقافة وازاي اقدر احافظ عليها وهي الثقافة اصلها ليها عمق يعني فيش حاجة اسمها مثقف كده يعني المثقف ده شخص كده في عمق جبير جدا دراية وعلم ومعلومات وشخصية وحاجات كتير جدا خلينا نتكلم في هذا الحوار وحوار قصف التاسعة منبسق من ما حدث في لجنة الثقافة والهوية في ديافتي في التاسعة دكتور احمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية بالحوار الموطني مساء الخير يا دكتور سأل خير يا دكتور الحقيقة العنوان كبير جدا بس انا عايز اعرف يعني ما خرجتم الي ما هي اهم المحاور اللي كنتم يعني مسرين ان هي تكون مطروحة في الحوار اولا يعني محور الهوية ده هو جزء من محور الثقافة اللي فيه موضعات اخرى هل نقشها فيما بعد زي السياسات الثقافية زي المؤسسات الثقافية زي الصناعات الثقافية السينما والمصرح والترجمة والنشر وكده زي الابداع قضايا الابداع وزي ندعى من الابداع دي هي القضايا اللي احنا نقشها في السياسات احنا بدأنا بالهوية الثقافية والهوية الوطنية وطبعا احنا يعني اعرضنا عدل على الناس عدد من الاسئلة يعني اولا ليه احنا من نقش الهوية يعني يعني ده كان حاجة مهمة جدا انه فيه تحديات والتحديات دي على فكرة ذاتها طبيعة عالمية وانا اكدت على هذا الكلام لانه كتير من الناس بيعتبر انه التحديات دي موجودة في مصر بسي موجودة في بلاد تانية الاريين زي ما حدتك بتقولي كده العمق الثقافي يعني بخلال نعرف انه التحديات دي موجودة في كتير من بلاد العالم لانه المؤثرات بتاعتها هي مؤثرات عالمية في الاساس زي مثلا العلمة وانتشار ثقافة الاستهلاك وثقافة الانترنت والوسائل التواصل الاجتماعي وتطورات اللي حصلت فيه استخدام الموبايلات واستخدام السيولة اللي موجودة في العالم العالم زي ما بيقولوا كده عليه زي ما كان صلب كده وبدأ يتفكك ويسيل كده العالم كله فده وضع تحديات على موضوع الهوية كل شعوب كل شعب عنده من تاريخه وهي موجودة يعني الهوية المصرية دي موجودة من فترة طويلة من الزمن وفيها تراكمات ومصر دائما بتفهم على انها بوطقة بتجمع كل الثقافات وكده وده احد سمات الهوية بتاعتها ولكن دي تحديات فاحنا قولنا الناس احنا عايزين نعرف ايه هي التحديات دي يعني احنا اول حاجة ان احنا نعرف التحديات وبعدين تاني حاجة ان احنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله من سياسات ومن اجراءات ومن توصيات امام التحديات نقدر نعمل بها امام التحديات وكان فيه طلب يعني طريح في المناقشة ان المناقشة ما تروحش ناحية الحاجات اللي هيت فيها مفاهيم وفيها يعني خلافات وفيها انما احنا نتجه نحو طرح افكار لها طبيعة عملية بحيث ان احنا ممكن ممكن نلفزها ممكن نتعامل معها في السياسات الثقافية نقدر يعني تبقى موجودة وملموسة في ايدينا بدلا ما نتكلم كلام في الهواء الطلق مالوش مالوش لازمة صحيح طيب خلينا نقول انه زي ما حضرتك قلت ديتني عنوان كده العولمة العولمة يعني لو انا حتى بقارن جيل مثلا من عشر سنين بس او من خمستاشر سنة يعني مع بداية يعني من الالفين والعولمة بدأت لكن انتشارها اكثر يعني بقى له عشرين سنة تقريبا فالدنيا تغيرت كتير يعني الثقافة اللي كان بيبحث عنها ويبذل مجهود من مجلدات او من مكتبات يعني هذا المثقف اللي كان بيبذل مجهود بقى اصرع انه يحصل على المعلومة في ثلاث ثواني من الاجهزة والتقنية الحديثة طيب وفي نفس الوقت احيانا هي نفس الاجهزة تعمله تشويش لانه وهو بيتثقف او بيبحث مجهود بتدخله بقى ثقافات كتيرة ازاي انا حقدر اشتغل على اني يبقى عندي مفهوم واضح وحافظ في ظل بقى العولمة الجديدة يعني ايه اللي ممكن اعمله هو ده بصراحة من اكبر التحديات اللي احنا متوجهها لانه في كلام حتى بيتكتب في العلوم الاجتماعية يعني على انه العولمة بالشكل اللي حد اقولتي ده بيعمل حاجتين في منتقى الخطورة نبرى واحد انه هو بيوحد العالم كده توحيد وهمي من اعلى يعني مثلا انت بص تلاقي لو رحنا استوديو في المانيا والهلية نزيله استوديو ده بالضبط يعني يعني فيش خلافات كتيرة بزبط نفس الاستوديو في حالة خناء ان احنا لما بنشوف ده بيحصل كده بيبص تلاقي كل واحد ايه تعمل تعمل تخلق في المجتمعات قلق تخلق في المجتمعات نوع من فكل واحد يبتدي يتحصن في الركن بتاعه يعني عارف حضرتك فتبقى فيها ذا ما بيقولوا الثقافة من تحت تبتدي تتفكك يعني ما ادي مثال بسيط جدا احنا كان مثلا زمان عشرين تلاتين سنة كان كل الناس بتروح تصلي والصوب وتعمل وتبارس الدين بشكل واحد مفيش حد مختلف عن التاني خلال العشرين سنة اللي فاتت بسيطين ده يتدايم بشكل وده يتدايم بشكل ده يطول الجلبية وده يأثر الجلبية ده يطول الدقن وده يأثر الدقن ده يعمل يعني انا بدي مثال التدين ده كنموذج فاسليم الحياة بقى فيها خلافات ايوة لانه بقى فيه ثقافات قريبة ثقافات غير الثقافة بتاعتك يعادات تانية تدحلت على المجتمع المصري الخطر التاني بقى اللي بتعمله العولامة انها بتخلق للناس فرص لانها تبقى بينها وبين نفسها يعني تنسى شوية المجتمع اللي هي عايشة فيه يعني عالم الانترنت ده وعالم التواصل ده فبيخلل الانسان متوحد مع الجلس يعني يعمل توحد مع الآلة ويعمل توحد مع نفسه وينسى العالم المحيط به قد نقول في الآخر خلاص انه قد ينسى الوطن يعني ينعزل بينعزل الانعزال كله وبيبتدي يبقى فيه لان العالم ده كمان بيمنح للناس قدر كبير من الحرية بيبقى انا اقعد مع الوبويل قعد قدام اللابتوب محدش شايفني داخل بعمل ده اللي انا عايزه اتفرج على اللي انا عايزه واشوف اللي انا عايزه مفيش حد وهنا الخطورة اللي حضرتك بتقولها انه ممكن يغير الهوية بتاعت يعني انا وانا قاعد بتابع وكذا انا قاعد على الكرسي المصري لكن وانا بتابع بنعزل بروح لثقافات تانية وحووات تانية لو انا مش قوي مش عميق وبيفصلني عن الهوية بيفصلني بالضبط يعني بيعمل لي انفصال عن الهوية ارجع انا بقى الناس دي ازاي لانه هو انا بس اكمل الفكرة ده لانه فيه كلام هنا مهم جدا انه الوضع ده الظرف ده بيخلي الناس عندها جرء انها تكسر الحدود وانا بلحثتك لانه هو كسر الحدود دخل هنا وشاف حاجات ما كانش بيشوفها فبقى عنده القدر على ان هو زي بيقوله انه هو يكسر الحدود فيبتدي عشان كده احنا فيه حاجات بتحصل قدامنا احيانا نستغرب عليها اللي والشباب الصغراء بيرفع صوته وبيكلمه الطريقة جرأة غريبة زي ونستغربها هو السبب السبب ده فده كله بيأثر فيه موضوع الهوية يعني بيخلي المجتمع يبقى فيه هويات مختلفة وقد تصل في الاخر قالص الى انها تبقى هويات فرضية يعني عارف حضرتك يعني ده بل بالعكس بيحصل حاجة في مجتمعنا انه الناس بتستخدم ده في خلق هويات جديدة تمام انا بشوف حاجات غريبة جدا في الهول امثلة منها يريد نلاقي مثلا يعني الناس بتعمل قبائل لانه احنا بنقول الهوية ضد فكرة القبيلة لانه الهوية بتندمج فيها القبائل كلها وتنصها احنا لما بندخل على النت وبنعمل توصي تلاقي نعمل مجموعات كده كما لو كانت قبائل حتى في الشغل بتاعنا القسم الفلاني الهيئة طب ده ماشي بس فيه ناس بقى بتعمل للقبائل صح تقول لك قبيلة اولاد فلان مم ومجموعة مش عارفة مين اولاد يتحدوا فكرة حتى وان كانت غريبة فهي بتخلق بتخلق هويات قد تكون مضادة للهوية الوطنية بمعنى هذا هويات بسميهنا الملازات المحدودة يعني انا بروح لملازات صغيرة ما بروحش انا للملازل كبير بسيب الملازل كبير الواسع ده وروح في حتة صغيرة كده للقبيلة بتاعتي واول قبيلة دي ايه واول وجمع الناس واعمل مش عارفة ايه وبعدين بعض الناس يعملوا حاجات غريبة يخلق قبيلة لو هو ملوش قبيلة اصل صحيح لو هو ملوش اسم روح خالق اسم يسمي نفسه اسم على اسم بلده وعلى اسم ويعيش في هذا العالم ياخد حاجة من جدوده يعني مثلا هو بينتهي عند الجد التالث يجيب الجد الرابع عشان يعمل منه عارفة فبتبقى فيه ملازات الصغيرة دي كل ما رحنا للملازات الصغيرة انفصلنا كل ما الهوية تفككت وكل ما انفصلنا على الهوية وده القطر الكبير اللي بتعملوا الانترنت في حياتنا انه واحنا محتاجين دكتور أحمد يعني زمان الامس اللي مش بعيد اوي كان فيه حاجة اسمها الصالون الادبي والصالون الثقافي بيلتقوا الناس وجهاً لوك ابداعات وثقافات وقراء وقراء حرة الشكل ده ما بقاش يعني موجود ولكن ما هوش الشكل العام العام زي ما حضرتك قلت يا غرف يعني منفصلة موجودة على الانترنت هل أنا أقدر بزكاء أنا اللي أخلق هذا التواجد يعني بدل ما هو كان في الشكل العادي أدخل أنا على الانترنت بنفس الأفكار ولكن بأفكار العالمة يعني يكون لي أنا لها ثقل على الانترنت بدل ما الانترنت هو اللي يرمي علي ثقافاته الغريبة أنا اللي أشتغل عليه قال ده وارد طبعاً طبعاً ده إنه ممكن يتعامل هنا حاجات بعضها بيتعامل بس محتاج أنها تت أول حاجة فيه حاجة اسمها المحتوى الرقمي لأنه إحنا حتى لما بنيجي نتكلم على المجتمع المعرفة ونحط مؤشرات لمجتمع المعرفة اللي هو يعني فبيبقى جزء منه حجم المحتوى الرقمي اللي عند بلد الفلانية يعني هل عندها على النت محتوى رقمي يعني كبير ولا عندها محتوى رقمي المحتوى الرقمي ده بيضم التاريخ وبيضم العادات والتقاليد والمؤسسات بتاعت الدولة كلها تبقى مرقمنة الكتب تبقى مرقمنة كل حاجة تبقى مرقمنة فتبقى الإنترنت كما لو كانت مخزن للمجتمع تمام يعني أنا أبص بقى في الإنترنت ما بشوفش الحاجات الغريبة ده أنا شوف بلدي ده أنا شوف مجتمعي يعني أنا بشوف المكتبع بتاعي أغزي الإنترنت بالهوية بتاعي آه طبعا أنا بعمل محتوى رقمي قوي محتوى رقمي علمي محتوى رقمي راقي متنظم سهل الوصول إليه وهكذا ده نمرة واحد نمرة اتنين إنه الإنترنت بتوتيح لنا فرصة إحنا برضو محتاجين إن إحنا نستخدمها عشان نمناستخدمها في الحاجات الملاذات الصغيرة إن إحنا نعمل مجموعة صغيرة صحيح بس إحنا ممكن نعمل منها مجموعات إيجابية صحيح بمعنى إن إحنا يعني دلوقتي فيه حاجات كتير جدا بتتعمل على الزوم ندوات ومؤتمرات صحيح إحنا نتوسع في ده وفيه صفحات كتير اللي هو عشق للفن وللكتب أو نعمل الصفحات الصفحات تبقى من أجل الهوية لا من أجل الملاذات الضيقة بمعنى إن أنا أعمل صفحات أعمق من خلالها الشعور بالانتماء وشعور بالولاء إن أنا مثلا أعمل صفحات يعني يبقى فيها اسم منصر أعمل صفحات عن مثلا الفراعنة أنا بشوف صفحات في المحتوى الرقبي العربي بصراحة مفيدة جدا جدا يعني مثلا في صفحات بقى عليها كل المحتوى الرقبي الشعري العربي تفتح كده تقري المتنبي صوتا وكلاما واحد بصوت رخيم كده بإرالك بإرالك كفور الإخشيدي بتاعة المتنبي طبعا بالصوت الجميل كل المعلقات موجودة معلقة عن طارة وطرفة بن العبد ومرؤ القيس كلها موجودة كيف هي نبكي وتبص تلاقي الكلام الشعر حتى دي هتخلي اللي بيتعلمه يعني أنا فاكرة على جيلي إحنا بازلنا مجهودة قوي علشان نتعلم في الكتب والحاجات دي لكن وجودها على الانترنت أسهل بكتير لأنها مقتطفات تقدر تروح وتيجي عليه من المعانيين يعني خلينا نوسع القاعدة التي تشتغل معنا في هذا إحنا بنكلم على وزارة ثقافة بنكلم عن إعلام بنكلم عن وزارة التربية والتعليم يعني كل دول لازم يكون عندهم منصات قوية رقمية زي ما حضرتك قلت صحيح مكتبة زي مكتبة سكندرية إحنا طبعا يعني إحنا في اللي أنا بأتكلم عنه ده معمول في طبعا في بلاد عربية ومعمول من خلال جماعات بتهتم بالثقافة وفي بعض الناس على فكرة بيعملوا بتمويلات خاصة يعني على فكرة يعني بتمويل خاصة كده بعض رجال الأعمال بيبنزينهم مشاريع ثقافية فبروح عامل مشروع ثقافي كبير بهذا الشكل إحنا النهاردة يعني في النقاش كان موضوع التعليم يعني من الموضوعات المهمة جدا اللي طوري حطوا وكان فيها كلام لأنه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الإنترنت حتى مختبط بالتعليم وإحنا نستخدم الإنترنت دي في التعليم لأنه تبقى المحتوى الرقمي ده أداة تعليمية أداة معرفية أن أنا أدخله أتعلم مش أدخله أتضمر وأخرج صح يعني اللي بيحصل أن أنا أدخل هما بياخدوا مني حاب يعني بياخدوا مني شوات حاجة يعني بياخدوا من وجودي يعني كما لو كنت أخسر من وجودي مثلا واحد من عشر أنا عايز أضيف أنا عايز أضيف لوجودي واحد من عشر بمعنى الإضافة الوجودية هنا هي إضافة فكرية إضافة عقلية إضافة حتى السعادة إن أنا عرفته شيئا جديدا فحقق ليه سعادة وبهجة وصرور وكده فخرجت فالتعليم كان من ضمن الموضوعات اللي أثرت في الحوار بشكل قوي جدا النهاردة وكان لأنه ده كلام أنا شايف أنه هو مهم جدا لأنه لا ثقافة بغير تعليم صحيح ولا هوية بغير تعليم تعليم وتعليم قوي صحيح وفيه مشاكل بتحصل في التعليم عندنا وفي الوطن العربي كلها بدأت تظهر دلوقتي اللي الناس سمتها في الحوار النهاردة ازدواجية التعليم بمعنى أن احنا عندنا نبرى واحد تعليم ديني وتعليم مدني وداخل التعليم المدني فيه مستويات مختلفة من التعليم وأنمات مختلفة من التعليم ده مطلوب وممكن يبقى موجود بس لما يكون كل واحد من المستويات دي ليه مرجعية مختلفة واحد جايب المرجعية بتاعته من أمريكا واحد جايب من ألمانيا واحد المرجعية بتاعته كده ضعت الهواء بالضبط كده ضعت الهواء طيب أنا عشان الختام والكلام وحتى لأنه أطيل على حضرتك اديني تلات عنوين سريعة جدا كده حضرتك تتمنها أنها تكون خرجت من هذه اللجنة والحوار الوطني وتبقى مهمة جدا في التنفيذ أول حاجة أن احنا ربما نكون محتاجين لرؤية استراتيجية لا نسري فيها وقتا كبيرا لأنه يعني تكوينها سهل جدا أن احنا عندنا شوية إرادة أن احنا ننفذ الاستراتيجية دي بتمويل لأن المسألة عايزة فلوس برضو ونغفر التمويل ده وأنه يبقى فيه تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني يعني ما تبقىش الدولة بتحملها كل حاجة وما فيه تمويلات تمويل كافي لهذا الكلام الحاجة التالتة رقمنا بقى اللغة اللغة برضو خدت مكان كبير جدا وإن احنا يجب أن نهتم باللغة العربية لأن اللغة العربية على فكرة بتضعف ضعفا كبيرا حتى اللهجة اللي هي التالتة اللي بنشتغل بينا ده حتى اللهجة وأسلوب الكتابة نحن نكتبها دلوقتي بالحروف اللاتينية وبالأرقام والدنيا بتروح والأسرة كده تبقى عادة بتتكلم على اللغة العربية حتى بنوع من الولد ده بيتعلم عربي وده بيتعلم يعني إنجليش ده خريك كذا وكأن العرب يعيب الحديث به الحقيقة الكلام وأنا أتمنى لأنه الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه كبير قد كبر الحوار الوطني محتاج مجهود ولكن الجيد إن إحنا بنتكلم فيه وكل ما يزاد الحوار نقدر نقف عن ده أنا مشكرك شكرا جزيلا أنا أتمنى لك التوفيق لأنه مشوار مشوار وأنا حاخد الثلاثة عروين اللي حضرتك قلت عليهم عن لسان دكتور أحمد زيد رؤية واستراتيجية إرادة وتمويل حكومة وقطع خاص الكل وأهمها اللغة العربية وكمان اللهجة لأنه اللهجة المصرية هي اللي عملت الحالة في العالم العربي العالم العربي يتحدث بلهجاتنا أحيانا ويغني معنا ويفكر بالكثير أعتقد ده من الحاجات المهمة جدا في الحوار الوطني ترجمة نانسي قنقر